السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بكم محبي وسلسل على الحلوة المرة اليكم ملخص الحلقة ستواربين تبدأ الحلقة لما صلاح يخبر وسام بانه لازم يزوجه ويفرح وسام يقول لي ريان بانه فرح زعلان منه قالت له يبعد عنه بعض فترة بس صلاح بيصر على وسام يضروري الزواج فورا بعد ريان بيصر على اسمى بانه يتوافق على استقالته تسألوا اسمى ليش بيقولها لازم بلش بشغلة خاص لانا بتحكي لفرح قصطة مع هي ومجد وبتقول انها ضيعتها وهي بتحب ريان كتير بس رجع مجد على حياتها خربطت كتير بعد ريان بيضب اغراضه بيترك الأوتيل بعد اسمى آية شاريهان بيقضوا وقت حلو بالسوق وبطنبسط كتير شاريهان بتقول آية بانه ندمان كتير وظلمة فراحه بتتمنى لو الزمن يرجع لا تصلح غلطها بعد ابو لو سام بيلتقي فيه وهوه ولانا وبقول له ليش ما خبروه بانه دخلوا شريك معه وهوه فاروق وانه شاكك فيه فراح بتخبر آية اللي خبرت اياه لنا بعد شاريهان بتقود معه ولاد وبتسأل ريان شو صار معه في يوم عرصه بيقل بيحكي له وبيطلع على غرفته بعده وسام بيلتقي بيفراحه وبتخبره عبو بانه لازم يتزوجه وبتنزاج هراح بعدها ريان بيلتقي بلانا وبخبره بانه ترك الشغل بالأولانا بتشوف ريان كتير بارد معه وتنقهر كتير وبروح ريان بعد ذا الان بتتصل بي مجد وبتطلب يلتقه وسواء بعدها فراح بتشوف ابوها وبتقول له كيف بتقول لو يسامي انه لازم يتزوج ويقول له صلاح هي راح تتزوجه بتقول له فراح ما راح اقبل بس صلاح بيقول لا موعة كيف راح تتزوجه وبتنصدم فراح وتنتهي احداث الحق